أم كلثومة تقولها أخيّ زينب لعل الخيل أو الرجال حالت دوننا ودونه قالت لها لا أخيّ حاشب لأمي أن تضمّه خيل أو الرجال أنا أعرفه هذا الحسين هذا حبيبي أعرفه هذا عزيزي الحسين هذا إبن رسول الله هذا ابن الزهراء أعرف الحسين حاشب لأمي أن تضمّه خيل أو رجال شنو سوين زينب قالت أنا راح أسوي وقفت على تل المصائب وقفت على التل الزينب صاحت وي زينب صاحت أخي حسين نور عيني حسين إن كنت حيا فأدركنا الله أكبر الله أكبر شلون صوت زينب بذاك اليوم إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله مولانا ما شافت جواب من عزيزها ما شافت جواب من حبيبها ما شافت جواب من أخوها صارت مضطرة زينب أن تشق الصفوف حتى تصل للحسين عمر بن سعد من بعيد لحظ الموقف قال لهم ويحكم شقوا لها سماطين أتعلمون أي مخدر برزت من خذرها يا معذرة سيدي يا صاحب الزمان بعاشور نذكرها المعنى والله غير أيام ما نقرأ المعنى هذا شقوا لها سماطين صارت تسير حتى تصل للحسين كل واحد من الأعداء يقول هاي زينب هاي أختي الحسين هاي المخدرة وإذا بها وصلت إلى الحسين خويا الرأي الرأي حسين جيتك فأجد الرأي اللي يصير بمصيبة يصير مذهول بعد فكر ما عنده الله يساعد زينب هاي أختي حسين جيتك فأجد الرأي ومن الرعب تتراج فحبا نجيته وعلي عدايته ما يقولون هاي أم الخزر هاي اغتذ في حلم هاشرب ما هاي أكو أمنية عزينب شنو هاي الأمنية خويا شدقوا ليبنم ويرجوا يا آي خويا من تتشيلك بيمنا هاي تقدر ترذي حسين هاي هاتيبت علي يرجع الحسين